إيتاء الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام لماذا قال عليه الصلاة والسلام إيتاء الزكاة ولم يقل الزكاة حتى تأخذ الزكاة من الأموال التي تتجب فيها الزكاة في وقت محدد في مال محدد ووقت محدد بمقدار محدد في مدينة ومدينة 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 إلى الأصناف الثمانية وطمع أسام كتغورية هذا الزكاة الواجب الفرق فزكاة الفرق تجب في أموال أربعة زكاة مال هذا قسم والثاني زكاة بدن إذن زكاة القسم الواجب يقسم زكاة مال وزكاة بدن هي زكاة الفطر زكاة مال مدينة وضيفة زكاة المال يوجد مدينة ومدينة وهو خطاة الكتابة وزكاة الوطفة زكاة الفطر زكاة المال الذهاب والفضة والعملة مثل الريال والأورو والدولار وزكات الإبل والبقر والغنم إذا كانت ترعا يعني لا إشتر إلا هعلاف أكثر العام الهجري أو كل العام أكثر عام الهجري أو أن يسبوك في المرور أكثر من مباشرة أكثر في القينة إذا كانت ترعا to دولة عام الهجري أو الحبوب أثمار وأكثر عام الهجري أو مشكلة إلى البعجات الإبلغات يزنى أجمع المرورينتما يزنع هناك وطفل من تشرية العام المناطقات كما أنتظرات التعبية وهذا القسم لذلك إظهارات السبع وإرهارات السبع وإرهارات السبعات وإمتعون أيضًا والله أعجب شكرا